موسيقى اليوم سوف نقوم بشيش طوق فاكرين مرة قلت ان الفراخ يجب ان يكون فيه تبيلة تفرض عليها الطعم اليوم سوف نقوم بشيش طوق في فرن جرمانيا انما مزيكة طيب هنبتدي بالمكونات الجفة بالأول بالنسبة لنا الجفة هنحط معلقتين بابريكان دخنة معلقتين فلفلسو كبيرة معلقت مرحة كبيرة زقط المجفة هنقوم بقى كل مكونات الجفة ممكن تحطوا شطة لو عايزين هنحطوا الفراخ دلاتي الشيش في مصر عادة احنا بنحب نعمله بالورج كده احنا تمام هنغطيها وندخلها التلاجة لمدة ساعتين طيب خلال الساعتين اللي احنا هنلع فيهم الفراخ بتاعتنا هناخد معلقتين زبادي نص كوباية لمون معلقتين سلسة ومعلقتين مصردة كبيرة معي ربع كوباية زيت زتون لازم زيت زتون اه عشان زيت زتون انا عايز لازم ناكية بتاعته في الطبقة مش عايز زيت عادي كده الساعتين بتوعي تمام زي ما هي في التابيلة احنا شوية زيت التابيلة دي ممكن نسيبها طول الليل وممكن نعملها كمان ساعة ساعة ونصف انا شخصيا مفضل انها بقى اوبرنايت تبقى طول الليل احنا نعمل بس بحاجة جديدة النهاردة للشيشة هاوزها ما هو نفد طرف وطرف ونغرزها بالبصرة كده وازنينينا بشون كويس لماذا اعملت كده السيخ الحديد بيسوي قلب الشيش بسرعة موسيقى طيب كده الشيش بتاعتي جاهزة هتدخل الفورن عدارة حرارة 180 انا ليه اخترت الطريقة دي بالزات عشان اما روحها بتاعت التوزيع لجوة الفورن هتوزع عدارة الحرارة على كل فاتفوتيت فاركة في الشيش اللي احنا عاملين وده دي وقتطلع من سوقيا في منتكلم من 10-12 دقيقة اش كده قلتلكم الاهلة دي سريح ممكن يبقى تحضيرها بياخد مني وقت بس هي تسوقيتها في 10 دقيقة موسيقى كمان اين دايبة عظموا تقربوا ليس بديها عشان تبصوا من النابل